موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام ويهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عصرية احنا دخلنا في العشر الواخر من شهر رمضان اللي هل علينا بالخير واليمن والبركة بعد التحية والسلام أسعد الله وقاتكم مشاهديننا بالخير والإيمان والمسرات بالفعل يا نيلة الله بلغنا وياكم مشاهديننا العشر الواخر من شهر رمضان عساها تكون أيام مغفرة وقبول وأجر وثواب يا رب حلقتنا اليوم راح تكون متنوعة ومنها راح نكون وياكم في فقرة تخذها نصيحة مع موضوع الأمراض المزمنة ورمضان وبفقرة التقضية بتتكلم من الله المسلم عن الهريس والمعجنات ورح نستعرض معاكم اليوم إبداعات خطية للنصوص قرآنية لعشاق الحرف العربي وبتكون لنا وكفة مع الروح والعقل في فقرة كتاب الأسبوع وبنطلع جولة مع نيلة وبنتعرف على معلومات يديدة في فقرة في السوق وكل جديد ومميز في طرق تقديم الأطباق بنشوفها معاكم في فقرة خفايف بس الحين خلنا نبدأ نشاطات قطار لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تمنى مشاهديننا مع شهر رمضان الفضيل يقيم المركز الشبابي للإبداع الفني معرض أشاق الحرف العربي واللي يتضمن آيات من القرآن الكريم ومخطوطات مكتوبة بالحرف العربي تفاصيل هذا المعرض في هذا التقرير معرض أشاق الحرف العربي هو معرض دوري المركز الشبابي للإبداع الفني خذ سنة على نفسه أنه يقيم هذا المعرض في رمضان على اعتبار أن الحرف العربي هو الذي يتناسب مع روحية قدسية هذا الشهر الكريم نحاول بقدر المستطاع أن نحن نلقي طوء معاكم على مجموعة من الأعمال والمشاركين تقريباً يمكن أكثر من أربعين عمل تم تنفيذهم خلال الأشهر الماضية ومن خلال ورش عمل مستمرة اخترنا أفضل نتاج هذه الورش وقدمناها في هذا المعرض المشاركين هم 12 فنان تعتبر السنة الخامسة على التوالي يقيمون على مثل هذه المعارض يمتاز المعرض هذا بالخط اللي نشوفها في اللوحات كانت اللوحات جداً رائعة صراحة منتازة جداً بالنسبة حق جميع المشاركين فيها سواء كان خط أو زخرفة تشكيلية خلال الشهر الفضيل قد تزيد عوارض الأمراض المزمنة في حال لم يصق المريض لتعليمات الطبيب والإشارات اللي قد يظهرها الجسم من هنا تأتي ضرورة الوقاية الدائمة بعيداً عن الأهمال أو الاستسلام حول عوارض الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان وكيفية الوقاية منها رح تكلمنا اليوم الدكتورة ابتسام الجلهمة اختصاصية في طب الأسرة هلا فيت دكتورة ولو تكلميننا في البداية شالهي أنواع الأمراض المزمنة؟ ياها لنيلة وياها لحصة ومسي على المشاهدين بالخير من اسمها اسمها الأمراض المزمنة يعني هي الزامن المريض طول حياته وعلى المريض ما فيه أي شفاء تام لها على المريض أنه يتعايش معها ياخذ أدويته طول عمره من هذه الأمراض المزمنة أمراض السكر تكلمنا عنها من قبل وأفردنا لها حلقة معينة مرض الضغط، مرض الربو، الكوليسترول، أمراض القلب أمراض الكلر والفشل الكلوي وقصور في وضعه في الكلام نعم اش كتر ممكن تزيد يعني عوارض هذه الأمراض خلال شهر رمضان؟ حصة يعتمد من مرض إلى مرض مثلا مرض الضغط أولا على مريض الضغط أنه يتأكد قبل شهر الصيام أنه ما عندنا نوبات ارتفاع في الضغط فلا يجب أن يذهب حق طبيبة ويقيس الضغط في حال إذا في حالة ارتفاع الضغط قبل رمضان ما نشجع المريض أن يصوم طبعا مريض الضغط يكون على أدوية معينة يجب أن الطبيب يغيرها في حالات معينة خاصة نحن في هالسنين للصيام في شهر الصيف فمثلا مدر البول يخلي الجسم يفقد أثناء الصيام سواء الوايد في أطباء يقضلون أن يسحبون مدر البول ويبدلونه بدوى ثاني أو أن يخففون جرعة مدر البول أو أن يعطونها المريض عند الفطور على أساس أنه في فترة بين الفطور والسحور المريض عوض أما بالنسبة حق مراضي القلب ففي الحالات المستقرة الدراسات الطبية أثبتت أنه ما في زيادة في الذبحات الصدرية بالعكس شافوا أنه في أثناء الصيام نزول نسبة الكوليسترول تقريبا من 30 إلى 40% هذه في حالات أمراضي القلب المستقرة أما إذا كان المريض توحط دعامه مثلا في القلب أو يسوي جراحة فتح قلب أو أن يأخذ أدوية مثل الورفرين زي سيولة الدم أو عنده قصور في عضلة القلب فإحنا ما نشجع المريض أن يصوم بالنسبة حق مريض الكلة أو اللي عنده قصور في وظائف الكلة أو اللي يسوي بشكل دوري قسيل كلة هنا الدراسات تثبتت أن قلة السوائل في شهر رمضان تأدي إلى قلة ضخ الدم حق الكلة فهذه أدي إلى قصور أزيد في وظائف الكلة فما نشجع أي مريض عنده قصور في وظائف الكلة أو على قسيل دوري الصوم في رمضان نعم وبالنسبة حق اللي فيهم الربو بالنسبة حق اللي فيهم الربو إذا كانت الحالة مستقرة شنو يعني مستقرة؟ مستقرة قبل رمضان أنه ما يصيده حالات ضيق في النفس كحة صوت في السدر عنده التنفس أي ضكا في السدر فهذه ما يمنع أنه يصوم طبعا نظريا يقولون أن قلة السوائل في الدم بسبب الصيام تخلي فيه جفاف القصبات الهوائية هذه نظريا لكن الدراسات الطبية أثبتت أنه ما في زيادة في نوبات الربو أثناء الصيام بحيث أن المريض لازم يستخدم الواقي مرتين في اليوم طبعا المرضى الربو يعرفون شنو هو الواقي يستعمل مرتين عنده الفطور عنده السحو اللي هو البخاخ؟ البخاخ نعم بخاخ البنفسجي هذه الواقي أما في البخاخ الرمادي البنتولين اللي يستعمل المريض عنده اللزوم في حالة النوبات هذه عادي يستعمله حتى لهو صايم لأن اجتمعه والعلماء أنه ما يفطر لأنه معظمه يروح في الجهاز التنفسي وليس في الجهاز الهضمي بالفعل يعني هذي كان سؤال يعني البخاخ يفطر ولا لا؟ زاد أنه في حالات يقتضي أنه ما يوقفون الأسيام طبعا إذا صادت مثل حالة حالة النوبة قاعد ياخد بخاخ ما قاعد يصير أحسن المريض لالحين عنده ضيقة في التنفس صوت في السدر هذه عليه أنه يوقف للصيام ويروح إلى المستشفى أقرب المستشفى إذا كان مركز صحي تابع لمغلق يعطونا اللي هو بخاخات وأدوية في البخاخات يعطونا أبرى بالوريد عشان تخفف هاي تعتبر نوبة والنوبة في هذه الحالة إذا ما قاعدت تستجيب حق البخاخ العادي يعني هاي شي طارئ يجب أنه يذهب للمستشفى طيب دكتورة هذه بالنسبة لمرضى المريض الربو نعم الحالات الأخرى غير يعني مثلا من الأمراض اللي ذكرتيها ويستوجب أنهما يعني يوقفون عنه تيام نعم بالنسبة حق مريض الضغط مثل ما قلنا بسببنا هو قاعد ياخذ أدوية ما في سوائل في الدم الجسم قاعد يفقد سوائل في التنفس والتعرق فساعات يفقد الجسم أملاح فينزل الضغط ويحس المريض بهبوط نزيل دوران في الراس مرة واحدة تعبان ساعات في حالات تأدي إلى الغماء ففي هذه الحالة لازم يوقف للصيام يذهب إلى الطبيب يشيك يشوف ضغطه كام عساس أنه يغير للطبيب حق المستقبل عشان ما يصيده هاي النبوة في حالات عادية مثل الناس العادية اللي لم يلازم أنه فيهم أمراض مزمنة إذا ما كانوا يشربون بين السحور والفطور سوائل كفاية وخصة أن شغلهم برع هذا يمكن يؤدي إلى الجفاف ففي هذه الحالة مثل ما قلت ساعات تتأدي مثل ما قلت تتأدي إلى أغماء فلازم يكسر ما يحط على روحه ويكسر الصيامة ويشرب السوائل في حالة صادة الأغماء إحنا الغلط أن نشيل المريض نخليه المفروض مستلقي ونرفع ريلا على أساس أنه الدم ينزل الراس فيه شيء نقطة ويد مهمة إحنا ذكرناها في الحلقة القبلية بس بالنسبة حق مريض السكر مريض السكر يعرف طبعا أنه يكسر الصيامة في حالة الهبوط بس فيه مرضى كثير من أمراض السكر وتيننا حالاته حين في العيادة أنه ما يعرف أنه إذا السكر عالي وأزهد من ثلاثمية يذجب أنه يكسر وما يواصل الصيامة دكتورة لو تكملنا عن يعني الحين خصوصا في مرضى الضغط ومرضى الربو هل لازم يكونوا معهم الأدوية دايما وشين هل الآلات اللي يستخدمونها خصوصا حين يعني اللي فيهم الربو والمزمن طبعا المريض الربو والمزمن مثل ما قلت لاش يخلي له اللي هو البنتولين أو اللي هو الأدوى الرمادي هما يعرفونها هذه دايما يكون في جيبة عساس من التيلة النوبة لازم يبخ على الأقل بختين حتى لوصايم دكتورة لازم يكون معها دايما يعني سواء كان موجود في شغلة في السفر نعم في أي مكان ودائما يحط الثنتين لو ضاعت واحدة تكون عندها الثانية بالنسبة حق مريض الضغط لو حسب هبوط من الضروري أنه يشرب ولا مانع أنه يحط مثلا نصف ملعقة ملح أو قليل من السكر زين عساس أنه يرفع مستوى السوائل في الدم ولازم تكون برفقتها آلة الضغط اللي هي الدقيقة طبعا هو من غير العملي أنه ياخذ آلة الضغط معاه في كل مكان بس إذا هو بيحس يعني مريض الضغط بيكون بقيس روحه يعني إذا حسب بأي إحساس بهبوط تعب مرة واحدة إنه تعب دوران في الرأس هاي معنات أن الضغط نازم طيب دكتورة داء الشقيقة يعني يعنون منه يعني أغلب الناس فش تقولين فيه طبعا صداق الصداع الشقيقة يعني إحنا في رمضان الناس العادية تعاني من الصداع وذلك الأسباب يعني مختلفة منها إن الجوع في رمضان فيه ناس متعودة على شرب الشاي والقهوة فالكافيين من الجسم ما يكون موجود فيه ناس متعودة على تدخين فهذه كلها زيد من الصداع في رمضان تكون من مضاعفات خاصة في الأيام الأولى في الناس العادية لا مانع أنهم يأخذون مسكنات اللي هو مثل الفنادول عند السحور أما بالنسبة لمريض داء الشقيقة اللي هو يسمى بالمايغرين بالمايغرين نعم هذه حالاتي يعني جدا مزعجة ألم شديد جدا بعض الناس من كثر الألم يتقيؤون صحيح ففي هذه الحالة إذا عنده قبل رمضان نوبات شديدة ما نشجع أنه يصوم رمضان أما بالنسبة إذا عنده نوبات ويبي يصوم في أدوية وقائية أحين معظم مرضى الشقيقة يجهلونها هذه الأدوية تأخذ بشكل يومي قبل رمضان قبل رمضان نعم هي أدوية وقائية لمريض الشقيقة أدوية مضادة للصرع ما يستعملها حق الصرع بس يستعملها كوقاية حق داء الشقيقة طبعا مرضاننا في الخليج ما يفضلون لا اللي هو مضاد الاكتئاب ولا مضاد الصرع نفضل أن نعطيهم اللي هو أدوية الضغط يأخذونها يقدرون ثلاث مرات يوميا وبيحس المريض عقب أنك هذه النوبات بتخف بشكل كبير طيب هل هناك في أكلات معينة يتجنبها المصاب بداء الشقيقة طبعا هو المريض يعرف شنو هي الأكلات لأنه يشوف أنه من يوكلها الصيدة نوبة الشقيقة بس اللي موجودة في الكتب واللي تنقرأ في الكتب الطبية اللي هو المريض الزيد جاء شقيقة بأكل الجبن وأنواع الجبن بالشوكولاتة شوكولاتة في ناس الزيد في أدوية معينة المريض هو لازم يعرف أنه يعني لما يأخذها يشوف أن النوبات يزيد في ناس لما يزيد ربوتاسيوم مثل لما يأكلون موز يزيد نوبات فهذا يحاول أنه يتجنبها ويكون هو يقيس روحه بروحه صحيح نعم دكتورة بس بالنسبة حق الأمساك والغلون شنه العلاج اللي لهم خصوصا بعد الحين خلال صيامهم في شهر رمضان بالنسبة حق الأمساك من المضاعفات الشائعة في رمضان لأن قلة السوائل مريض أو الصائم العادي ما يشرب سوائل كثيرة دايما ينساها بين الفطر والسحور إحنا ويد ناقف الفرمضان حقيقة أن نحمل الفواكه نحمل الخضروات فهذا يساوي مريض الصائم العادي أكثر عرضا حق الأمساك طبعا إحنا ننصحها يأكل الخضروات يأكل الفواكه هنا ما طبعا فيه سكر أنزين بس إذا ما قاعد ينفع فيه أدوية في الصيدليات أو مبادوية هي عبارة عن ملينات بس عبارة عن ألياف حتى يعني ريحتها مثل قشرة البرتغال هذه يأخذها يوميا عند السحور أو عند الفطور تساعد أنه تنظم يعني يتخلص من الأمساك فيه شيء ثاني أنه ننسينا اللي هو مرض الارتجاع لصدهم أو الحرقان هذه الحموضة اللي يسمونها الحموضة الريفلاكس الريفلاكس نعم هذه في رمضان تزيد هي من المفترض أنها ما تزيد لأن المعدة تكون خالية فالحموضة تقل لكن سبحان الله الإنسان من يفكر في الأكل لأنه يعان ومن يفكر نفسيا أو يشم ريحة الأكل فتزيد العصارة وتكون المعدة خالية تزيد اللي هو الحموضة في هاي الحالة ننصح المريض إذا كان هو على أدوية حموضة يأخذها خصوصا عند السحور لأنه بتكون وراء ساعة صيام طويلة نعم أنه ما يأخذ الأشياء المقالية مثل إحنا طبعا عندنا ويد في أكلاتنا المقالي مثل السمبوسة أو القطايا نقدر يشويها بالفرن نعم طبعا إذا الأشياء الحموضية مثل عصير البرتقال عصير الليمون هذه زيد الحموضة في المعدة عند النوم ما ينام بشكل مسطح يحط وسادات وينام بشكل مايل عشان ما ترجع الأسارة إلى البناء طيب دكتورة كل هذه الأمراض أو العوارض اللي يعني ذكرناها إيش أهمية أن المصاب أو المريض فيها يستشير طبيب وما يروح يعني مثلا من نفسها يعتمد على مسكن ولا يعتمد على استشارة صديق طبعا وفي مرضات ترى يا حصة يعاندون فلازم المريض أنه قبل رمضان يتأكد من طبيبة إذا هو مريض الضغط يعادل من جرعاته مريض الماقرينة والشقيقة يبتدي على جرعات وقائية وطبعا أهل المريض اللي دار ما داره لازم يعون ويشجعون على أنه يفطر إذا حصادته أي وعكات صحية دكتورة ابتسوم شكرا نشكرك على هذه المعلومات اللي يعني منتش إن شاء الله وصلت لمشاهديننا مشاهديننا بعد الفاصل بنتكلم عن نوعين من الأكلات الشعبية الهريس والمعجنات في فقرة تغذية ترجمة نانسي قنقر 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 وفوائدها الغذائية الكثيرة والغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لأجسامنا خاصة خلال فترة الإصيام منال المسلم بتزودنا اليوم بفوائد الهريس وكيفية تحضيره بطريقة صحية بالإضافة إلى المعجنات وكيفية يمكن التخفيف منها واستبدالها بما هو مفيد أكثر للصحة الهريس والمعجنات موضوع فقرتنا الغذائية لليوم يا هلا منال بداية ما هي أهمية الهريس وفوائدها الصحية التي تهمنا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا تعتبر الهريس أكلة شعبية مفضلة ومحببة لدى الجميع خصوصا في شهر رمضان نبارك تكمن فائدة الهريس في أن القيمة الغذائية للهريس تحتوي على البروتينات المتمثلة في اللحوم أو في الدجاج أيضا تحتوي على كمية من الدهون وكمية قليلة من الألياف بإضافة إلى بعض الكالسيوم والبعض الفيتامينات كالفسفور والحديد ومعادن مثل الفسفور والحديد وبعض الفيتامينات مثل الفيتامين با وفيتامين ألف وكلها مفيدة للصحة وتعتبر وجبة مغذية ومفيدة إذا تم تحضيره بطريقة صحية بطريقة صحيحة إذن شني هذه الطريقة الصحيحة طبعا تم تحضير هذه الصحيحة أول شيء إذا كان بالهريس اللحم نزع الشحم الأبيض بالكامل وتنظيفه كاملا وبعدين سلق اللحم أو غلي اللحم بدون الشحم الأبيض نهائي ثانيا إضافة طبعا نحن عارفنا الهريس يضاف للدهن العربي صحيح ممكن نستخدم الدهن العربي لكن طريقة المسح الفرشة أو ممكن في البعض يستخدمون زيت الزيتون صار قام بعض الناس يحبون طعمها بزيت الزيتون والما يحب طعمها بزيت الزيتون بطريقة المسح فقط يعني ما أن نترس الملة بأكثر من ربع معلقة الأكل من الدهن المفروض من ربع معلقة أو أقل من الدهن تكون على الملة الوحدة إذن يعني في هذه الحالة مثل ما بينتي أن التسومة تزيد الضرر على الصحة طبعا فبالتالي إلى أي مدى هذا الضرر؟ نحن اتفاقنا أن الدسم الحيواني أو الدهن الحيواني يعطيني بعض أنواع الكوليسترول اللي هو الضار بالجسم واللي هو يؤدي إلى الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية اللي يترسب على جدران الأوعية الدموية وسبب هذه الجلطات فإحنا عشان نقلل من هذا الضرر الدسم هذا ونرضي نفسنا نشبع رغبتنا في أن ناكل من هذا الدسم يا إما نستخدم طريقة المسح أو طريقة أنه يكون أقل من ربع معلقة صغيرة على الملة فقط يستخدم الشخص وأحسب أن كل تقريبا كوب مقدار الكوب هذا اللي هو 240 أميل أو مقدار الملة هذه تعطيني حوالي 350 سعر حراري للهريس يعني أن الهريس من وجوات المغذية وليست غنية بالعفوة هي تعطين تقريبا من 150 إلى 180 سعر حراري أقل من المكبوس وأقل من البرياني طيب الكمية إذن المناسبة للمفروض يعني ناكلها من الآن إذا كانت السفرة عليها ثريد وعليها هريس وعليها برياني طيب بين هاي ثلاث أكلات ثلاث أكلات المفروض أني أنا أكل من الكربوهيدرات هذه على وجبة الإفطار لا أتعدى ثلاث حصص من الكربوهيدرات صحي فأختار مثلا نصف الكوب هذا من الهريس بالإضافة إلى نصف كوب آخر أو ربع كوب آخر من الثريد وأقل من ربع أو معلقة واحدة قفشة واحدة من الكبيرة من البرياني يعني أكون أنا غطيت ثلاث حصص ونوعت بينهم ثلاث حصص طيب بالنسبة للهريس فوائدة للأطفال والمسنين طبعا تكمن أهمية الهريس للأطفال والمسنين أول سهولة مضى الهريس سهولة خضمه على المعدة إنه لين والمعدة تستقبله لأنه تكون من حبوب القمح وتكون حبوب قمح كاملة تقريبا لكن القشرة تكون قليلا فيها فهو يكون سهل الهضم على معدات الأطفال وعلى معدات المسن بعد وفي نفس الوقت سهل المضق وأيضا يغذيهم بالفسفور اللازم لعظامهم والكالسيو واحتباع الكالسيو بالإضافة للبروتين يعني ممكن تكلمنا من كم يوم منول عن الشربات فممكن يعني مثلا أنا أشرب الشربة وبعدها يعني ممكن الهريس ولا أكتفي بواحد فيهم بس لا الهريس تعتبر وجبة والشربة تعتبر من الأشياء المقبلات لتلين المعدة أو تعد المعدة لاستقبال الوجبة الرئيسية فممكن تكون الهريس بواحدة هو وجبة بالإضافة لصحن شربة وصحن سلطة تكون وجبة كاملة ومتكاملة طيب الحين ننتقل يعني إلى المعجنات معجنات هل هي من وجباتنا أو أكلاتنا الشعبية ولا يعني عادة من العوايد التي تعودنا عليها لا هي طبعا هي من الأكلات الدخيلة على وجباتنا الشعبية لا نقدر نعتبرها من الوجبات احنا اتفقنا أن وجبات الشعبية غالبية الصحية فهي من العادات من الوجبات الداخلية التي دخلت علينا مع التمدن الجديد تتميز الفطاير نقدر نحكم عليها أنها من الوجبات بالعكس السريعة أنها هي قليلة الحجم وفي نفس الوقت تعطيني سعرات حيارية كبيرة طيب بس يعني هي لها مظر أكيد هناك لها مظر أهم مظر المعجنات أنه مثل ما قلت لك الحجم الصغير هي تقريبا حوالي 30 جرام يعطيني سعرات حرارية تروح بين 105 سعر حرارية إلى 150 حسب نوع الفطيرة نفسها والحشوة اللي بداخلها فهي كمية بسيطة وتعطيني سعرات حرارية تقريبا حوالي 100 سعر حرارية أو 150 سعر حرارية احنا اتفقنا الوجبة كاملة تكون بمقدار 500 سعر حرارية يعني وجبة الافطار كاملة مفروض ما تتعدى على 500 أو 600 سعر حرارية فلو الشخص بيأكله أربع فطاير من هذه بيأكل 400 سعر حرارية نعم وهو مش منتبه يعني كل وجبة كاملة اللي نفترض له من السعرات الحرارية احنا ما ناكل أربعة ناكل خمسة ناكل ستة ممكن يعني أنا ممكن أخذ من كل حبة لو خذت من كل حبة من هذه الأنواع اللي عندي فمعناتها أنا ممكن أوصل إلى أكثر يعني لو عديني مثلا نوع نوعين ثلاثة أربعة خمسة سبعة تقريبا 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 700 سعر حرارية اي وانتي ما تديني بعد ما كنت شايف اليوم خلاص اي خلاص يعني هو المعدل للمرأة مفروض تكون 1500 سعر حرارية لـ 1800 ولو رجل من 1800 لـ 2000 حسب عمر الشخص ومقدار نشاط الشخص يعني الرجل متقاعد تكون أقل 1200 سعر حرارية الرجل اللي يشتغل يكون 2000 سعر حرارية المرأة كذلك يختلف إذا كانت هي حامل إذا كان عمرها صغير إذا كانت فيها فيختلف من شخص لشخص طيب ووزن الجسم لو يت أنا حصلت هذه الجدامي هذه الأنواع كلها جدامي ممكن أن أنا أتنقل أحسن نوع مثلا معجنات بالسبانخ كون أن السبانخ مفيد من الجسم طبعا المعجنات اللي تحتوي على القضار هي أقل يعني سعرات حرارية من معجنات الجبن أو معجنات الزعتر لكن أنا ممكن أحضر المعجنات طريقة صحية شم هي الطريقة؟ طريقة صحية أني أنا مثلا بالنسبة معجنات الجبن أستخدم جبن منزوع الدسم أو قليل الدسم إذا كنت بقدمها لأطفال أو منزوع الدسم إذا كانت لكبار أستخدم في نفس العجينة ما أزود ما أستخدم زبدة أو سمن أستخدم الزيت النباتي وأحاول أقدر الإمكان أقل من كمية الزيت في الوصفة طيب هذه إذا أنا طبحتها في البيت إذا أنا سويتها في البيت وأحاول أستبدر طحين البر مع أن الكل ما يحب اللون البني أنا لو استخدمت طحين البر في المعجنات أعطيت للأطفال قدمت لهم وجبة فيها الكثير من الفيتامينات مثل الفيتامين ألف فيتامين باث يمين الموجودة في قشرة البر وأيضا بالإضافة إلى الحديد فعطيتهم يعني حبة الفطيرة بتعطيني أكثر من مجموعة غذائية إذا أنا استخدمت فيها طحين البر بتعطيني كربوهيدرات بتعطيني مجموعة الحبوبة القبيئة والبقوليات بالإضافة إذا كانت محشية باللحم المفروم أستخدم اللحم المفروم مثلا له اللحم البقرل أن أقل سعرات حرارية وأيضا كمية الزيت المحضرة في اللحم المفروم تكون قليلة إما بالرش أو بطريقة المسح ما أستخدم الزبدة أو المارغارين أستخدم زيت الزر عشان أقلل من السعرات الحرارية وممكن أضيف لللحم بزيلة أو جزر أو مثلا بقدونس على أساس أن أضيف لها ألياف معدنية فبالتالي بتكون هي ألياف بالخضار فبتكون هي وجبة مغادية طيب يعني في هذه الحالة إذا أنا يأت طبخت أو يعني أجنت المعجنات عندي في البيت الكمية رح تكون أكثر ليأت أكل يعني من طبعا إذا خففت أنا من السعرات الحرارية وفعلا متأكد أنها حضرتها بطريقات رح تكون كمية أكثر يعني الشخص هو بدل ما يأكل مثلا حبتين مسموحة ممكن يأكل ثلاث حبات نضيف لها حبة زيادة إذا بعدين في ناس ضيف لها شوفي مثل السمسم فهذا بيضيف من السعرات الحرارية أو في ناس تمسح عليها بالبيض على أساس تعطيها لمعة أو تعطيها شكل أفضل برضو هذا يزيد من السعرات الحرارية فيها قيمة السعرات الحرارية فيها فكل ما قللت من استخدام الدهون أو في تحضيرها كل ما كانت السعرات الحرارية للمعجنات أقل وكنت استطاع الإنسان أنها يتناول منها أكثر طيب لو قلنا الحين مثلا على البوفيهات أو في الغبقات والمعجنات بأشكالها وأصنافها موجودة وتيتش يعني بهذا الحجم الميني والناس يعني حبة ورحبة وممكن عندك يدخل عليها تدخل عليها السوائل وتدخل عليها السوائل الغازية أيضا فيعني شكتر مضارها تكون على المعدة؟ طبعا هذا يؤدي إلى زيادة كمية السعرات الحرارية لأننا قاعد أقلها وبالتالي يؤدي إلى السمنة تخزين دهون في الجسم تخزين هذه السعرات الحرارية على هيئة دهون في الجسم سواء إما شحوم في البطن أو شحوم في الأرداف أو شحوم في الجسم وبالتالي يؤدي إلى السمنة والكل يعرف مخاطر السمنة يتعدي إلى الإصابة بالسكر وأمراض المزمنة وبالإضافة إلى أمراض السلطانات المتعددة فقدر الإمكان أني أنا في البوفي لما أحاول أتجه للخيار الصحي وأخذ لو أبي عندي عدة خيارات من المعجنات أو الكروسون أو الحلويات أخذ نوع واحد حصة واحدة منها على أساس أني أنا قاعدة أكل طاقة من مصدر ثاني يعني أحاول قدر الإمكان أقلل من النشويات وقدر الإمكان خصان في البوفي طيب وبالنسبة للأولاد يعني العيال يحبون المعجنات بشكل كبير يعني حتى ممكن أن يطلعون لك مثلا الجبنة ويتم يوكلها أهياء يعني مع حشوتها صحيح وفي حين أنهم بعد يتحركون وايد فيعني ممكن أنهم بعد يفقدونها فشلون شن الكمية اللي ممكن يأخذها طبعا هو يختلف حسب عمر الطفل ووزن الطفل ونشاط يعني إحنا نقول يتحركون لكن برضو حركة الأطفال في المدنيا اللي إحنا عايشينها حاليا مع وجود الآيباد والتكنولوجي الحركة أقل قلت كان الأول يطلعون يلعبون في الفرجان هذه ممكن أقول لهم مثلا يأكل خمس ست حبات لكنها الحين أنه يأكل حبتين أو ثلاثة يكتفي فيهم لأنه جالس على الأعباد طول وقته لاحظي أن أهم الأطفال ما يطلعون يلعبون بره مثل أول في الفرجان أو في الحدائق لو إحنا نريد أن نطلعهم ونمشي ونوديهم على مول فتغيرت نمط الحياة كله فقدر الإمكان أحاول أزرع ثقافة أن الأكل الصحي يعني أنا أستبدل السندويتش من الروتي العادي أو من الخبز العادي أفضل للطفل من المعجنات وأحاول أقصص السندويتش بطريقة صغيرة على شكل معجنات مثل اللي كانت مرة عملتهم الأخت سعاد كانت رائعة جدا مني وعلى شكل وأشكال مختلفة فهذا الطفل يحب شكلها وهي في نفس الوقت شكلها مقارن بالمعجنات لكن سعراتها الحرارية أقل فأحاول لأن قلة الحركة راح تزيد صحيح كل ما تشوف الأجيالنا الحين كما تحرك الأجيال القادمة راح تقل برضو حركتها لأن مع توفر التكنولوجيا وزياء التكنولوجيا راح تقل لحركة أكثر طيب وفي من الأشخاص أيضا منال اللي يتحسسون من القمح الموجود في المعجنات وقد يسبب لهم يعني فعلا يعني مضار أو آلام في المعدة وشتير بشنهم ممكن يستبدلونها؟ طبعا في طرحين خاص لهم خالم القلوتين والمفروض مش بس المعجنات هو الخبز والمعجنات هذول اللي عندهم حساسية القمح أصلا يستخدمون الخبز المصنوع من فول الصوية من برحين فول الصوية أو من طحين الخالم القلوتين أصلا هم مصارهم لأن هذا الطحين البر العادي سبب لهم مشاكل هضمية في المعدة فعشان كذا خلاص يكون عارفين ما يأكلون من هذه المعجنات لأنها المعدتهم ما عندها القدرة على هضم هذا النوع من الطحين الموجود طيب مناني إحنا صار لنا الحين أربع حلقات نتكلم فيها عن الأكلاتنا الشعبية فنصيحة أخيرة عن أكلاتنا الشعبية وش كثر مهم أننا نطبخها ونحضرها بشكل سليم وصحي والله أنا أوصي أن كل أم تتمسك الأكلات الشعبية قدر المستطاع وتحبب أطفالها فيها قدر المستطاع وتحاول أن تتفنن في تقديمها على أساس أقدمها الطفل بشكل سريع وأستغنع عن الوجبات السريعة لأنها هي المفيدة يعطيك العافية منال وما قصرتي وإن شاء الله أكيد مشاهديننا خدم منك الفايدة والمعلومة المفيدة مشاهديننا بعد الفاصل بنكون مع فقرة يديدة من خفايف سعاد وتابعونا اشتركوا في القناة رجعنا لكم مشاهدين الكرام من جديد بفقرة خفايف لليوم بتكلمنا سعاد عن البربكيو على الفحم وتقديمه بطريقة مميزة هلا بيتش سعاد شخبارت تمام الله خليت سعاد أنت اليوم رح تكلمين عن البربكيو على الفحم البربكيو على الفحم لو تقوليني شنو اللي راح نسوي اليوم بالضرب راح نسوي بربكيو على الفحم اللي هو يعتبر من المشويات تدريني الناس رمضان وتحب المشاوي والكباف في كل مكان فأنتي تقدرين أنا وأنتي والخوات نحن نجهزة في البيت بطريقة سهلة ومبتكرة وشنو راح أرود شنو راح نسوي التتبيلات وشنو راح نقدمها بطريقة مميزة يعني طبعاً كل شي ما شوي كل شي نحطه على الفحم يعتبر ما شوي فعندنا أشياء متعددة اللي نقدرح ننشويها الدياي الكفتة اللحم الرياش الأشياء البحرية اللي هي الروبيان عندها تشاوم الروبيان القباقب أي شي ممكن أن تشوينا أنا اليوم اخترت أشياء اللي راح أتبلها معاك اخترنا الدياي اخترنا الروبيان اخترنا قطع اللحم اللي يسمونها شقة في اللحم ايوام اخترنا الكفتة سعاد بس بس قلت شن نوع اللحم اللي اخترتي اهني عندنا هو لحم العجل يتميز انه هو يكون بدون دهون بدون شحم وطبيعته تكون نوع اللحم شوي ناشفة ايه ورح يكون صحي ايه وانا واحدة منهم من نوع اللي ما نحب اللحمة تكون ناشفة يعني تكون فيها شحمة تعطيتش شوي انها تكون لينا مش شابسة ايوام 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 واللي ما يحبوا مثلا يستخدمون نوعية هاللحم هل يقدرون يستخدمون نوعية ثانية؟ ايه في لحم الغنامة هو يدش مع الشحم اه هاي يعني يكون خالي من الدهون حق الناس اللي مساويين رجيم وفي ناس لا تفضلة يعني تفضلة انه يتاكل لحمة العجل يعني انت حين عطيتهم نصيحة حق اللي مساويين رجيم انهم يكثرون هاللحم ايوام ايوام هو عادة انه هو حتى ينقطع الطريقة بمربع اساس لني انه نستشه في الاسياخ وهالاشياء يكون شكل حتى في التقديم مرتب نعم فاحين احنا راح نبلش في شقة في اللحم راح ارويت الشجر راح نتبلها يلا يمتدي بني باللحم ايوام راح نحتاج للبهارات نحط رشة ملح طبعا بعد ما قسلناها عدل ايوام وعادة اللحم نحاول ان احنا نقع شوي في الماء لما يطلع الدم اللي فيه كامل نحط رشة فلفل اسود وكم المدة اللي يعني النقعة؟ كل ما خمرتي زيادة نقعتي بفترة يعني مثلا اذا انت بتشوين بكرا حدرا وبتبلينا اليوم ايوام راح يكون احسن وخاصة مع اللحم لان اللحم يبي له وقت لما يستوي فلما انت تكونين مخامرتها بفترة راح يكون فترة الشوي عندت سريعة هاي عندنا هني كامون راح نحط شوي بنيب البزار ايوام طبعا هاي بزارنا اللي احنا دايما نجهزة اللي يكونها مخلوط من كل شي يعني بالاضافة خاصة اللحم في ناس تفضل ان هي تحط الليمون الاسود ليش؟ في ناس تحط قطع كبيرة تكسرها وفي ناس تحطها بودرة وليش يعني يفضلون ليحطون هالليمون؟ يعطيتش طعم خاص حق خاصة حق الكباب كباب اللحم او الشقف او التكة دايما يحاولون يضيفون الليمون الاسود نعم رشة ملح الليمون عشان يعطينا حموضة ايوام وفي ناس تفضل ان هي تحط الفلفل عشان ستعطيش الكباب يكون حار وفي ناس لا تستبعدها فاحنا بنحط رشة فلفل احمد بالاضافة حق الروب راح نحط روب ايوام يعني نقدر مثلا غير الروب نحطه مع اللحم التتبيلة التتبيلة لازم تحطين فيها روب ممكن ايش انت تستبعدين اما تحطي الروب ممكن ايش انت تحطين فانا تميز يعني درما في تتبيلاتي ان انا احط روب وهل يعني سعود بنت بعد نضيف فيه يعني ناس يضيفون مع التتبيلة الليمون يعصرون الليمون وضيفونها اي ممكن ايش انت تحطين الليمون فتستبعدين منح الليمون يعني اذا حطينا الليمون نستبعد منح الليمون ايوام ايوام احنا بنحاول ان احنا نخلط ايوام الابهارات والروب وكل شيء مع اللحم اساس انه يتشرب ممكن ان احنا اخليه في الثلاجة لفترة وبعدين ابتدي الستة يعني قد كم خليف الثلاجة يعني متل ما قتلت يعني ممكن ان انت تخلينا مثلا من اليوم لين بكرة او اذا مثلا عندك تشو اليوم اتجهزينا الصبح فبني بالاسياخ سعاد انا ببعرفة انا مول مرة تشوف اسياخ صغيرة يعني متعودة تشوف لسياخ طويلة انت اليوم اخترتين لنا اسياخ صغيرة اخترت لسياخ صغيرة هي كونت كبيرة بس انا صقرتها يعني مديتها عند الحداد وهو قصهم لنا ان انا ببيهم اليوم يكونون صغار سعاد لازم هم يكونون حديد لان بعد انا شفت في انواع من الجمعيات السياخ الخشب الخشب ما رح تصلاح حق النار يعني ما رح تصلاح لنا احنا نشوي على الفحم هنبتدي نسيتش به هالطريقة ايوان يكونون متلاصقين متلاصقين ممكن ان انت حتى اذا انت حاب قطع الشحم تحطين بين كل واحدة والثانية قطعة شحمة قطعة شحم به هالطريقة هاي اللحم هاي بالنسبة حين اللحم احنا بيني انا ويانت نجهز الدياي 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 متلين جهزة اعطني عنات هنا احطتها تتبيلة الدياي رح تكون نفس تتبيلة اللحم تقريبا ممكن ان انت التبليب بنفس الطريقة ممكن انت تضيفين اشياء لها زيادة وممكن تستبعدين اشياء يعني احنا مثلا الدياي هني عندنا صدور الدياي ممكن ان انت سوين الدياي جوانح افخاذ اه سدور كاملة بس احنا لاننا رح نسويها بقطع الشقاف يعني رح تكون نفس الشيش طاوق تقريبا نعم فيكون هني عندنا الدياي مقصصينا ومقسلينا رح نجيب نفس الطريقة البهارات البهارات اللي استخدمناها اللي استخدمناها هناك ممكنك انت تستبعدين اني بنحط الابزار ايوة بها الطريقة والملح وبنحط الملح وبنضيف الفلفل الاسود ممكن ان انت تضيفين الروم وممكن تستبعدينه احنا اليوم بنستبعدها بس ممكن ان انت تحطينا يعطيك طعام احلى وقلد راح نضيف الليمون وراح نستخدم الفلفل الحار مع الدياي ايوة اذا انت حاب ان يكون حار بضفينه بس نحنا راح نستبعد الليمون الاسود وليش راح ايوة ما يعطينا ما يسوي الدياي عندنا لونه اسود اوه نخلط جميع المقادير مع بعض بتحاولوا يستخلطين من البهارات كلها اذا حابت حطينا الروم بنضيف اذا حابت حطينا الروم ما راح نضيفه احنا الحين ما راح نضيف الروم لان نضفنا في اللحم ايوة خروا المشاهدين شون يعني بالدياي حتى يقدرون انهم يضيفون الروم او ما يضيفونه ايوة 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 تحطين هنا الخضرة هذه اللي هي البصلة بيض والجرجير عنده الخبز وفي الإضافة ممكن ان احنا نشرب معه لبن بالنعنى يعني نختار اي لبن ونحط معا النعنى ايوة مجرد تحطين معا النعنى وفي الخلاط وتخلطينا وصبينا نكون جاهز حق الشر نعم يعطيتي العافية السعود وطريقة مبتكرة يديدة عطيتيني اياها وعطيت بعض المشاهدين شكرا لك الله يسلمت سعود شكرا لك مشاهدينا الكرام بعد ما تفنى فقرة خفائف لليوم خلونا حين نروح نحصها ونشوف فقرة الكتاب اللي محضرتها لنا اليوم كانت العرب تقول قديما تكلموا تعرفوا حيث ان كلام الانسان يعبر عن عقله وعن رؤيته للاشياء وعن تطلعاته وهمومه لكن قد يكون ما عنونا به هذه الرسالة ادق فاهتمامات الانسان لا تعبر عن عقله وعمله فحسب وانما تعبر عن خلاصة توجهه في الحياة وعن تفاعله مع المبادئ والقيم السامية وطريقة فهمه لها هذه الرسالة تأتي ضمن مجموعة من الرسائل الاسبوعية التي ارسلها الدكتور عبد الكريم بكار الى قرائه عبر البريد الالكتروني واللي جمعها لاحقا في كتيبين عنوانهم وقفات للعقل والروح يتناول فيهم موضوعات فكرية وروحية وخواطر وقصص وعبر من التاريخ تحث القارئ على العودة الى الذات والتأمل والغوص في متاهات الروح لفهمها وادراكها طبعا مثل ما قلنا هم جزئين الجزء الاول مقتطفات بسيطة او وقفات للعقل والروح بسيطة اشاركهم فيها مشاهديننا عندي وقفة تحت عنوان كن مشروعا اذا تأملنا في احوالنا واوضاعنا ووجدنا ان لدينا دائما فراغا لا نعلم كيف نملأه او نملأه بشيء غير ذيقيمة او غير مقنع ومن هنا يقول احد المفكرين المعاصرين في لفتة ذكية كن مشروعا او اسس مشروعا او ساعد في نجاح مشروع بعض الناس اكرمهم الله تعالى فصار الواحد منهم اشبه بشجرة عظيمة يتفيئ الناس اضلالها ويأكلون من ثمرها ويمتعون ابصارهم بالنظر اليها اولئك هم القادة العظام والائمة الاعلام والعلماء الاثبات والمفكرون الافذاذ وقفة اخرى تحت عنوان اذكياء ولكن ليس هناك شيء بمفرده يستطيع تحقيق النجاح الباهر او التسبب في الاخفاق الذريع وهذه المسألة مزلت اقدام حيث ان من شبابنا من يظن انه عن طريق الذكاء والموهبة او عن طريق العلم الذي في حوزته او عن طريق النسب او المال او العلاقات الحسنة يستطيع التفوق على الاقران وركوب عربة القيادة وهذا في معظم الاحيان لا يكون صحيحا النجاح يتضافر فيه عدد من العوامل اهمها العزيمة والاهتمام والبيئة والتعلم الجيد اذا هناك تضافر في النجاح اخر وقفة اما العقل واما العضلات روح العصر تقوم على الاختصار من الجهد البدني الى الحد الادنى والعمل على جهد الجهد العقلي على جعل الجهد العقلي في غاية الفعالية ولهذا فان الواحد منه كلما وجد نفسه في اعمال تقوم على استخدام العضلات دل ذلك على حاجته الماسة الى المزيد من التعلم والمزيد من المهارات العقلية اذا المهارات العقلية ثم العضلات وهذا هي وقفات للعقل والروح تذكير باسم الكتاب والكاتب وقفات للعقل والروح للدكتور الاستاذ الدكتور عبد الكريم بكر جزئين الجزء الاول والجزء الثاني هذا كان كتابنا لليوم والحين نشوف تقرير مع نيلة في السوق اللي راح تكلمنا فيه عن ورق الغار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد أنا اليوم راح أكلمكم عن ورق الغار ورق الغار هي كانت شيرة كبيرة معامرة يطلع منها الحبوب ويضع منها بعد أوراق الغار الحبوب مشاهدينا هي يعني مكونة ناس حبات الزيتون موطنة الأصلي من البحر الأبيض المتوسط يستخدمون ورق الغار عشان يشيلون الاسفارة سواء كانت من اللحم إذا نقعنا اللحم أو نقعنا الدياي أو نقعنا السمات هاي ورق الغار له طعم مميز نضيفه بعد في أكلاتنا ويستخدمون ورق القار في صناعة الصابون وبعد يستخدمونه في الزيت هاي كان كل اللي عندك عن ورق القار أتوفكم إن شاء الله على خير فمان الله يعني نيلة صرت خبيرة يعني في مواضيع العشاب والبهارات وفي معلومة بعد يعني يمكن أضيفها لورق الغار ذكرها لنا واحد من فريق العمل هنا يعني أنه يستخدم في صابون الغار والصابون يعني لها عدة يعني فوائد أكيد حصة يعني خلال جولتي في السود وتعرفت عن البهارات وفي معلومات أنا كنت معرفة أمانة يعني عن ورق القار بالذات وعندت الكركم عندت يعني أشياء وايد اخترت يعني في بالي قدمتها حق المشاهدين ولكم إن يعني فوائدهم وفوين يستخدمونهم وخصوصا بعد إهيد يعني هاي البهارات داخلة في علاجنا الطبي والشعبي صحيح صحيح يعطيش العافية نيلة الله يعافيت مشاهدين وقتنا معاكم وصل لنهايتها شفنا وياكم إبداعات الخط العربي اللي تكلمنا عنها وتكلمنا أيضا عن كيف أصحاب الأمراض المزمنة وكيف يهتمون بصحتهم وخلال هذا الشهر الفضيل وأيضا تكلمنا عن أكلاتنا الشعبية مثل الهريس والمعجنات اللي تعتبر دخيلة ولكن خلاص صارت يعني لا يتجزأ من حياتنا وأيضا وقفنا معاكم وكفات تأملية على الروح والعقل في فقرة كتاب الأسبوع وتجولنا مع نيلة في السوق وعرفنا معلومات يديدة عن ورق الغار ويسعدنا مشاهدين أنكم تتوصلون معنا عبر فقرات ومواضيع برنامج عصرية ويسعدنا أيضا استقبال أسئلتكم ومقتراحاتكم على صفحة قناة الريان الفضائية على الفيسبوك وعلى هاشتاق عصرية نشوفكم على خير بكرة فمان الله